كيفية المساهمة هو موضوعنا لليوم بفقرة فاميلي وأكيد من وحي عيد الأطحية اللي هو رمز للمساهمة وللعطاء وللتضحية رح منحكي عن هالموضوع مع جون كيروز اختصاصي بالسلوكيات البشرية صباح الخير صباح النور وين عاد عليك وعليك وعليك كمان وعلكل جون اليوم لما بنحكي عن المساهمة أوقات في طريقة يعني بتبطل تخليها تكون إيجابية في طريقة أوقات بتزعج بتزعج الشخص نفسه بتزعج الآخر نحنا رح منجرب نغطي هيك هالموضوع لحتى تكون المساهم بشكل سلس بشكل يحفظ كرامة الناس وبشكل ما يتعب كتير هالشخص اللي حابب أنه يساهم أيضا قدي مهمة المساهمة بحياتك الإنسان هي حاجة أساسية لنا كإنسان يعني نقدر نكون نحسين أنه قادرين نساهم ونساعد ونعطي للآخر وهو رابط أساسي بين شخصين أو بين عائلة أو بين أصدقاء أو so forth وبعتقد هذا الشيء كتير مش بس مهم بس ضروري وأساسي بطبعاً كإنسان إذا أنت عندك لطاقة أنه تساهمي أو تساعد حداً يعني أنت عندك كتير وقدر تعطي من هالكتير لحداً تاني هو بحاجة لهذا الشيء بس نحنا منعتبر أويطا أنه نحنا فهمينين شو هو الشيء اللي يجب أن نساهم فيه أو شو هي الطريقة اللي يجب أن نتبعها تنساهم فيها وأوقاتاً هون بيصير في سوء تفاهم يعني بتلاقي أنه for example عم نساهم بطريقة ومنحس أنه الشخص الثاني ما عم برد علينا ما عم بيعطينا ما عم يتجاوى ما عم يتجاوى بطريقة إيجابية ما عم ناخد النتيج اللي نحنا كنا مع تقدين أنه لازم ناخدها سو منبلش نكرز ونعصب أو نحط شروط للمساهمة وهو منبلش المشكلة أو في عندك أشخاص كمان بيوصلوا للمطرح بيلاقوا في نقص بحياتهم الأساسي سو بيستعملوا وبيستخدموا المساهمات تا يعبوا هيدا الفراغ وبيصيروا مدمنين على هيدا الموضوع فبيوصلوا حانون لمطرح بيقصوا حانون سو كتير مهم نقدر نفهم هيدا الشيء ممكن المساهمة عب فراغي يعني هو دايما شيء سلبة أو أواطفة يكون إيجابة نعم نحن نشوف كمان كتير سيدات خصوصية بالجمعيات وبالأخوية وكل هالأمور بيكونوا يمكن فقدوا شخص فقدوا شريكهم حسوا بأنه أو الولاد كلهم سفروا ما بقى عندهم يعني عمل عائلة لنقول بيصير عندهم هالعمل الاجتماعي يعني مش شغلة منيحة كمان بعث هذه الشغلة كتير منيحة وبالأشخاص نحن نكون اليوم عايشين حياة مش كتير حلوة أصحب عن جد لأن هني حقيقة بيغطوا المطارح السيستم ما بيغطيه أو نحن عادة معنا وقتا نغطيه فمش هيدا الغلط هو المشكلة الأسية أنه بس تلاقي فر ام أو بي عم بيساهموا عم بيعطوا أكتر بكتير من ما لازم بيكونوا عم بيوصلوا شخصتين لما ترح هيدا الشخص ما عنده المجال يتطور لأنه تغنج أو نعطيه زيادة عن الزوم سو ما عيد في الزوم أنه هو أو هي تعب الفراغ طبعا ينمو شخصيتهم نحن هلأ بالعيد أكتر شي نقدر نحب نعملو أنه نتجمع كعائلة ونقضي وقت مع بعض ونعطي بعض بس إذا المساهمة فيها شرط يعني إذا أنا عم ساهم لأنه ناطر أنه يرجع لي شي بالمقابل حتى مش ضروري يكون شي فيزيكول فيكون شي فر اكزامبول أنه ناطر حدا يقلي ولا برافو عليك أو مرسي كتير أنه عملتها المساهمة أو شكرا لتعابك وإكسترا سو هوني بكون أنا عم بعبي حاجة وبس ما ترجع هالحاجة شو بيصير؟ بيصير في عندي إزعاج داخلي صح؟ أو بنعمل أوقات مشكل أو بتصير كلوم الآخر أنه ولو ما بتشكر ولو ما ردلي لجميل يعني هو منه جميل بفتكير وفيه أوقات منحب نساهم تنغير الشخص الثاني سو بتصير ناطي 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 لأنه برأينا هذا الشخص نحن نحبه منه نغير طريقة تفكيره أو طريقة تفكيره منه نغير الطريقة اللي هني بيشوفوا الحياة أو بيتعاملوا مع الحياة لأنه منحبهم منه نحميهم من الواجعة أو من الخطر أو من الأفكار اللي هي مننا كتير زابطة بس للأسف نحن ما فينا نغير حدا نحن فينا ناطي قد ما فينا support فينا نحط الطريق الصحيحة فينا ناطي نصايح فينا دائما نكون حدهم بس هن يكونوا حاضرين بس أولادنا أوقاتا بديك تعطيهم مجان أنه يغلطوا يعني إذا الولد ما بيمشي وبيوقع ما رح يتعلم سو هذا شيء كتير ضروري سو الفكرة وما فيها هي مساهمة من أجمل الأمور أو القرارات اللي احنا فينا نخذها كإنسان بحق الآخرين وأنا كتير مع المساهمة كتير بدعم هيدا الفكرة بس فيك توصل إلى المطرح أنت تتعبه أو أنت ما يعود عندك الطاقة أو أنت تصير مدمنة على هذا الشيء كرمال لأنه بعبيلك الفراغ هون بيصير فيه مشكلة يعني ما بيعود عندك حياتك أن بتصير صياتك كلها مبينة على الآخر صح يعني ياما في relationship بيكون الشاب والصبية بيحبوا الشخص لدرجة مش طبيعي وهذا الشخص ما أنه قادر يتجاوب بذات الطريقة غير عن سعي تقدر أقول أن المساهمة معناتها لازم تكون بشكل معتدل ونعرف لي وكيف عم نساهم يعني لي عم نساهم لأنه نحن منحب نحن منفرح نحن مناخد الجميل طبعنا من حالنا يعني أنه لما منبسط أنه عملنا إنجاز أو لما منبسط أنه غطينا حدا أي شيء يمكن وجود يمكن شوية وقت يمكن كلمة حلوة تحسي حالك كاملة أكتر وبفتكر هذا هو الموضوع يعني أنه نعطي بس وما ننطر شيء بالمقابل هذا أهم شغلة وهو سعيد لأنه أكتريت لوقات دائما فيه شيء بالمقابل براسنا بس خلينا أسألك سؤال صغير سريع ما علي؟ أوكي أنت اليوم إذا بدك الشخص يعبر لك قد يحبك بتفضلي يخبرك كل يوم أنه أنت حلوة سعي ما أصدق أعملها شيء بسيط بس أنه يخبرك بكلام أو بتفضلي for example يتسمع لك أو بتفضلي for example يهديكي شيء حتى لو شيء بسيط صغير يعني فكرة صغيرة أو بتفضلي actions ياخد steps يعني ياخد خطوة بحق تحسين شيء معين أو بتفضلي for example الغمرة أي واحدة من هؤلاء الخمسة أهم شيء وكلهم كلهم الخمسة أي واحدة بتعتبرية أهم شيء لألك أنا بلاقي الكمميكيشن شغلة مهمة كتير يعني التواصل يسمع يحكي يعني هالوجود هيدا أنا بنظري أنا هو أهم من كل شيء مادة يعني أعرفت أنا طالي بتقولك الغمرة مش عاطلة الغمرة مش عاطلة كمان I would say both أنت الكمميكيشن ومن بعد الغمرة هيدا يعني أنه أنا اليوم إذا بدي ساهم كإنسان لا شخص مثل حضرتك أول شيء بدي أقام له هو بدي أتفهمك أعرف شو بدي بدي أعرف بأي طريقة بدي ساهم كل إنسان عنده حاجة معينة وكل إنسان بده يحس بالحب بطريقته الخاصة هيدا كتاب كتير مهدوم اسمه The Five Languages of Love إذا حدنا حبيت الطريقة كتنا نقرأ صح حبيت الطريقة لصف الأفكار للشباب والسبايا إذا بدون وفي أوديو بوك إذا ما بتكون وفيكم تحضروا السامري على التيفي ما تبلش هلأ انبسطنا بالكتاب الأول طيب طيب الفكرة ما فيها هي أنه نحنا فينا نقرر نساهم دائما بحق شخص تاني بس كتير مهم نجرب نحط حالنا مطرحه تنفهم بأي طريقة هو أو هي أكتر شي بفضله يوصل لهم يعني من دون ما نكون نحنا عم نزيد عليهم من دون ما نكون عم نزعجهم عم نكون هيك نتقلين عليهم ونحكي لغطن ونحكي لغطن ويمكن في شغلة تانية كمان جون وهلأ بهكي بحلول العيد من دون ما نجرح كرامات من دون ما نحسس الآخر أنه عايزنا أنه ما في عيش بلانا أنه بحاجة لمصرياتنا أو للأكل أو للتياب أو 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 يعني هوني كمان الشغلة لازم تكون شوي في وعي كيف لازم نقطة كتير مهمة لأنه بالأساس مجرد ما أنا أجي أقول لشخص الثاني خليني ساعدك يعني أنا أعتبرت أنه أنا كامل أكتر منه وهو عنده ناس فهون الخطر بأي كونتكست أو بأي طريقة عم صف مساهمة وهل يا ترى أنا عادت من جل هذا الشخص الثاني يقوم بالشغل أو بالأسس اللي هو بده يعملها لوحده أو بحياته سو نحن ما فينا ندفش الأشخاص فينا دايما نفتح لهم طرقات فينا ندعمهم فينا نحبهم فينا أهم شي بعتاد أنه ما ندينهم فينا نقرر أنه نحن شو ما بيصير ما منحكم عليهم ودايما مندعمهم يعني لأنه الإنسان يعمل أغلاط الإنسان يوصل لمطرح ما يأخذ النتيج الإنسان يقطع بفترة ما يكون عنده التحفيظ تيعمل شي معين أو يأخذ القرارات صحيحة بحق عائلته أصحابه شغله كل هذا سو بهالفترة إذا بدي ساهم حقيقة بحق حياة حدا تاني وبحبه وبيدي فرجي أنه أنا بحبه أول شي بعمل ما بحكم عليه بيقبله مثل ما هو تاني شي بسأل حالي شو هي اللغة اللي هو أكتر شي بحب يصل له هالمسهمة هاليا ترى هي كلمة هي فعال عمل شي بعمله مثل دام تسمع له مثل هون من هالناحية بلش أعطيه لهو عايزه لأنه بلش تفهمه نعم هذا هو أحب ومدون ما خبر كل الكوكب مش ضروري خبر حدا أكيد وهون بهات هي مننا لوحدة بترجعها بتصير مثل المرأيي يعني خلينا نقول أنه هالخير اللي عام نعملو رح بيرجع لنا مش ضروري بالكلام مش ضروري بالمدييات بشي نهار يمكن منحس أنه عن جد نرد هالخير لألنا وعلى كل حال بلا ما ننطر هو أفضل أفضل شي أنت أوري مالكي رح تحس إذا عملت شي مزبوط كان متناسق مع الشخص الثاني أكيد دو جوات اللوعي طبعاك وجوات جسميك رح تحس شي شي حلو أي مش ضروري ننطر تانكي لألك جون كيروز أخصائي بسولوكيات البشرية رح بناخد وقفة ومتابعة مع أمين بي جات فت إجابي اشتركوا في القناة